وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع كل الأهلوية في البداية تحية طبعا لكل بيتابعونا النهاردة وخليني أبدأ بكلمة مبروك مبروك لنادي الأهلي مجلس إدارته أعضاؤه جماهيره نجومه في كل الرياضات أعتقد الحفل اللي احنا شفناه مبارح وتابعناه الحقيقة بمناسبة تتشين المشروع الأكبر يمكن المشروع القرن يعني كما أطلق عليه وزي ما قلت لكم في حالة مبارح في بداية الحلقة القصة أكبر بكتير من فكرة ملعب كورة يعني طبعا هو حلم عند جمهورنا دي الأهلي أنه يبقى عندنا معلعبنا بتاعنا مطشطنا جماهيرنا تكون حاضرة أعتقد ده حلم طال انتظاره وبإذن الله بإذن الله مش هياخد كتير من الوقت في ظل الحقيقة الشراكة الكبيرة والشركات الضخمة هتخش أو هتشترك في عملية البناء والتشييد لكن بإذن الله ما ياخدش وقت طويل لكن زي ما قلت لكم القصة أكبر بكتير من فكرة مجرد ملعب كورة أو مجرد استاد للنادي الأهلي حلم للجمهور حلم للجمهور لكن الكونسبت أكبر من كده بكتير وأعتقد أنه هو نقلة نوعية لفكر سلوب الفكر والإدارة والرؤية الخاص بالإدارة الرياضية في مصر نتمنى إن شاء الله كل النجاح ونتمنى أنه يظهر بالشكل اللي يليق باسم ومكانة النادي الأهلي الكبيرة جدا والعظيمة جدا في العالم كله ومش بس في مصر ومش بس في قارة أفريقيا عندي كلام كتير جدا مهم